حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس من عدم قدرة الدول الغنية تنفيذ وعودها بدعم قضية التغير المناخي في الدول الفقيرة جوتيريس قال في تصريحات لصحيفة The Guardian أن تمويل هذا العام ليفي بالتعهد طويل الأمد لمعالجة قضايا المناخ في الدول الناممة مما سيكون له تأثيرات على ثقة هذه الدول في اتفاقية باريس حصلت الدول الفقيرة على تعهدات بتوفير 100 مليار دولار كأحد أركان انتفاقية باريس للمناخ التي أقرت عام 2015 نوها جوتيريس بدعم الإدارة الأمريكية الجديدة لقضايا المناخ مشيدا بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن بالالتزام القوي في دعم قضايا المناخ